مسيرة سلمية حاشدة خرجت من أمام استاذ بورسعيد بعدما تعالت صيحات أهالي الشهداء بتصريحات انتقامية والتهديد بالقصاص أو الدم مسيرة بورسعيد مش مسيرة فاق معينة أو ألدرس مسيرة بورسعيد احنا بنطلب ومطلب شرعي ومطلب أمني نحن بنطلب بالقضاء العادل حرام 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 رسالة للسيد وزير العادل حرام النطق بالحكم يبقى في القاهرة مستحيل ان انا كن أب أو أخ أو قريب لأي متهم برئم المتهمين دول ان انا بقعد هنا فيورسعيد وهو بيتحكم في مصر مستحيل ولو سفرت يبقى انتوا كده عايزين مصر تبقى شلالات دم دي اختبار لأول مرة في تاريخ العالم كله ان اختبار يكون اختبار صعب جدا لكن احنا ان شاء الله رب العالمين امنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي القضاء الشريف المحترم اللي احنا كلنا بنصق فيه اللي ان شاء الله رب العالمين انا متأكد ان شاء الله الناس كلها براءة وعايزين نعرف المحرد الاساسي للقضية دي مين نقل المحاكمة بعيدا على القاهرة او بقاء المتهمين في محبسهم يوم من نطق بالحق والقصاص العادل كانت مطالب الجرين ايجلز فهل من مجيب؟ اشرف الدقاء كورة اونلاين اشتركوا في القناة